أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا صباح اليوم التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها هذا ونقلت مراسلتنا في إسرائيل عن مصادر أن الهجمة وجهت نحو الجليل الأدنى وصلت إلى عمق مئة كيلو متر هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي في المدن والبلدات الواقعة بين طباريا وكرمينيلا